أكدت المملكة العربية السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحفظ المملكة الأمنة والأمان في أراضيها وفقا لمثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وذكرت صحيفة وزارة الخارجية على تويتر أن بعثة السعودية في الأمم المتحدة أكدت في رسالة أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثي والتدخل المباشر من حزب الله ما يظهر سلوكها العدائية كما أكدت على الدور الذي تلعبه إيران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة وذلك بعد فحص الخطام